كلنا هيجي عينا الوقت اللي هنكون قاعدين فيه في بيتنا ومستنين المعايش اللي هنقبضه كل اول شرح وطبعا مش كل الموظفين بيكون المعايش بتاعهم مناسب ليهم ومش بيغطي تكاليف المعيشة بتاعتهم وطبعا كلنا عايشين في الواقع المرير ده علشان كده النهاردة أنا جيت ليكم بالحل المناسب والامثل اللي هيعوض الفرق بين اللي كنت متعود عليه وما بين الحياة الجديدة والمرتب الجديد اللي انت هتعيش به علشان كده أنا شايف ان الملف ده من اخطر الملفات اللي لازم الناس كلها تخلي بالها منه وهو موضوع المعاش معاشك اهم بكتير من الفترة السابقة والفترات السابقة كلها لانك في الوقت ده مش هتقدر حتى تساعد نفسك مش هقولك ساعد حد انت ساعدها مش هتقدر تساعد نفسك لو معاشك ما ينفعش تتسند عليه علشان كده أنا عاوزك تقعد وتسمع الحلقة دي وتفهمها وتسمعها لكل الناس اللي تهمك لو مهتم وعاوز تكمل معايا للاخر خليك معايا لبعض الفاصل اهلا وسهلا بيكم مرة تانية انا واجد داود ودي قناتي زيتونية التأمين المكان الافضل لتأمين السيارات والاشخاص والممتلكات لو اول مرة تشوفنا وليك وصيق التأمين او حابب يكون ليك وصيق التأمين يبقى لازم تشترك في القناة دلوقتي لانك هتستفاد مننا جدا ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان اكيد اللايك هيساعد الفيديو ان تشير اكتر واعمل كمان شير لكل زميلك وكل هموك علشان يستفادوا هم كمان يلا بقى كده سريعا سريعا عاوزين ندخل في الموضوع على طول علشان انا جايب لكم النهاردة وثيقة من اهم وصائق التأمين اللي تخص اي اسرة مصرية الوثيقة اللي اراهم اي حد ان نسمع عنها قبل كده وللأسف للأسف محدش بيتكلم فيها في سوق التأمين مش عارف دا عيب من التسويق ولا الناس ما بتسمع لهاش بس انا متأكد جدا ان انا لو عميل انا هختارها قبل اي وثيقة تاني خاصة ان الوثيقة دي بتخص اكبر شريحة من افراد الشعب وهي الشريحة المتوسط الدخل وثيقة المعاش مش زي اي وثيقة بتدفع لها قصد كده وخلاص وثيقة المعاش اللي بسببها يا اما الشخص بيعيش عيشة كريمة مناسبة لمتطلباته والاحتياجاته يا اما العيشة العادية اللي في المفرمة بتاعت الشعب اللي كله عايشها وبيقعد مستنى المعاش بتاعه كل اول شهر خاصة لو المعاش بتاعه ضئيل وثيقة المعاش عشان اعرفها لك بكل بساطة احنا ليه بنشتغل وبنجري وراء الشغلانة الحكومية ليه بنجري وراء الشغلانة السابتة اللي ليها دخل ثابت وليها معاش بعد كده ليه الراجل اللي شغال على دراعه بيجري وراء التأمين وبيفضل يجري عشان يدفع التأمين بتاعه بانتظام علشان لما يوصل سن الستين ياخد معاش الاجابة بكل بساطة علشان يكون ليه معاش او دخل بعد سن التقاع طب ندخل على السؤال اللي بعده طب هل المعاش ده هيكفيني؟ الاجابة في اغلب الاحوال بتبقى لأ لان مش كل الوظائف بيكون ليها معاش كويس بعد سن التقاع ده بالنسبة للموظفين الناس اللي ضمنا ان ليها معاش طب الناس اللي شغال على دراعها والناس اللي ليها شغله حر والناس اللي مسافرة طول عمرها برة وبترجع بعد ما بترجع مصر هنا بيقولوا لنفسهم احنا مناش لازمة وبيدوروا بعد كده على اي اسلوب ياخدوا بيه معاش لانهم بالفعل مش هيبقى ليهم اي دخل تاني وفي الوقت ده بالذات بيظهر دور وسيقة المعاش اللي بتسند الشخص اللي كان موظف ومعاشه بسيط وبتسند الشخص اللي كان مش موظف خالص سواء كان اعمال حرة او مسافر او 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 واحنا عارفين طبعا الواقع وعارفين مش محتاجين ان انا اديلك امثلة وانا بصراحة مش عاوز اتكلم في حتة المعاشات الاجتماعية دي كتير علشان انا عارف ان انا هقلب على ناس كتير اوي شوف مثلا امين الشرطة كان بيقبط كام وفي المعاش قبط كام طب المدرس شوفه بيقبط كام وفي المعاش بتاعه بيقبط كام تشوف مكافئة نهاية الخدمة بتاعة المدرس كان طب ايه اللي يعوض الفرق في الخلل اللي حصل ده ما بين اللي كنت بقبضه ولا هقبضه الجديد اللي اكيد مش هعرف اساستم اموري عليه خاصة لو انا عندي اولاد لسه في سن الدراسة لو انا لسه بزوج ايالي لو عندي بنات لسه بتتجهز هعوض الفرق ده ازاي في الوقت ده بيظهر دور وثيقة تأمين المعاش التكميلي اسمها كده وثيقة المعاش التكميلي حضرتك بتعملها علشان هي تعوض الخلل والفرق اللي بيحصل ما بين مرتبك اسناء الخدمة والمرتب بتاع حضرتك بعد سن التقاعد طبعا دلوقتي حضرتكو عايزين تعرفوا طب ايه هي مميزات وثيقة المعاش التكميلي دي بكل بساطة كده اول ميزة في حالة الحياة في حالة ان انا وصلت لنهاية المدة بتاعتي بحصل على ايه بحصل على المعاش المتفق عليه من الشهر التالي مباشرة النهاية مدة التأمين باحصلت لها من الشهر التالي مباشرة بيبدئ القبض بتاعي ان انا متفق عليه قيمة المعاش اللي تعرضك حضرتك جيت تتعاقط فيه. ساعتها انت بتكون اساسا من البداية عارف ان انت هتقبط كام لان بناء عليه انا دفعتك قصط. لكل الف جنيه بيكون له قصط الوحدة. فلو انت حضرتك جاي وانت عندك 30 سنة مش زي وانت عندك 40 سنة. ده بيكون شاب لسه في مقتبل العمر وعند 30 مش هساويه بواحد عنده 40 سنة او 50 سنة. القصط بيختلف. انت تعرف ان الالف جنيه معاش بتتفعله الفين جنيه بس في السنة. طبعا ما حدش هيصدق الحتة دي. ايوة فعلا الالف جنيه معاش تتفعله الفين جنيه في السنة لو انت عندك 30 سنة دلوقتي. علشان كده انا بنبه على حتة معينة. ان حضرتك لما تيجي تعال امن من بدري. ما تستناش لما تكبر. يا جماعة وصيقة المعاش دي مهمة جدا جدا جدا. انا من كتر ما انا يعني حاسس ان الناس يعني سايبة نفسها ليه يعني الناس سايبة نفسها ليه من غير ما تعمل حاجة زي دي. ليه ترجع من صفرك وتقعد في البيت كأنك ما عملتش حاجة في حياتك. كأنك ما تعبتش كأن ما فيش اي حاجة انت تعبت علشانها. بتقعد تستنى بقى العطف من ابنك مثلا او ان انت هتعمل ايه بالضبط في الوقت ده. انا عارف اني ممكن الكلام جديد عليكم. ممكن ما حدش سيمه قبل كده. بس دي الحقيقة. دي الحقيقة اللي احنا لازم نبقى عارفينها كلنا. اعمل من دلوقتي علشان تلاقي بعد كده. اعمل معاش من النهاردة لبكرة. تمام? كل اللي بيعملوا معاشات من بدري بيرتاحوا بعدين. مصريف بمصريف. المهم حضرتك تكون عامل حاجة زي كده. ما تسيبش نفسك لما توصل للاخر وانت فكر. صدقني الفرصة لو دلوقتي جيالك ببلاش. بعد كده تبقى بفلوس وفلوس كتير جدا. وبالنسبة لعبة للناس اللي ايها بتقول لك اعيش النهاردة انت ضمن بكرة وفائة. الناس ديت بجبد ما تحاولش تتكلمني ابدا. تمام? لان الناس ديت فعلا الناس دي اللي بتزعل على نفسها بعد كده. الناس ديت لو في حد يعرفوه عملوا حاجة زي ديت ووصلوا الاتنين سن المعاش مع بعض. شوف ده هيبقى عايش ازاي وده عايش ازاي. التاني ده هيتمنى ان هو كان سمع الكلام. نرجع بقى تاني لمميزات وصيقة المعاش التكميلي. اول حاجة في حالة الحياة ان العميل بيحصل على المعاش اللي هو متفق عليه من الشهر التالي مباشرة لما بيخلص دفع. تمام? بيحصل على المعاش بتاعه اللي متفق عليه. يعني مثلا زي ما كنا بنقول. الست تلاف جنيه اللي هردك بتدفعهم كل سنة بتاخد تلات تلاف جنيه شهريا. شفتي يعني مفيش مقارنة انت دفعت ست تلاف جنيه في السنة خدت قصادهم ستة وتلاتين الف جنيه. كل شهر تلاف جنيه. مفيش وجه مقارنة. احنا اتكلمنا عن حالة الحياة طب في حالة الوفاة. تمام? شخص بيقول لي انا عملت النهاردة وثقة التأمين. المعاش التكميلي. ولقدر الله توفيت. تمام? عملت وانا عن تلاتين سنة وهقبضها وانا عندي ستين. هابدى هقبض وانا عندي ستين سنة. هقول له لو كانت الوفاة بعد سنة واحدة. مش بقول لك بعد اكتر من كده. بعد سنة واحدة بس. ايه اللي بيتم صرفه? بيتم صرف دفعة ثورية اتناشر شهر. يعني بمجمل اتناشر شهر من المعاش اللي كنت حضرتك هتاخده حين الوفاة مباشرة. يعني ايه? يعني انت كنت متفق على ثلات تلاف جنيه. متحرك هتدفع ستلاف جنيه في السنة. تمام? وهتقبض على ستين. يعني لحد ستين هتقبض تلات تلاف جنيه شهريا. تقدر الله حصلت الوفاة. عشان تعرف الشركة ازاي بتقف معاك جنب ولادك. الشركة فعلا ضهرك وبتخاف عليك. بيحصلوا على ستة وتلاتين الف جنيه لو ضربت التلات تلاف جنيه. في الاثناشر شهر ستة وتلاتين الف جنيه. وبيتم كمان زيادة على كده صرف اول شهر من المعاش. انت بتتكلم بجد. عارف لامتى بقى? لحد نهاية مدة التأمين اللي حضرتك كنت يعني مؤمن عليه. يعني حضرتك دلوقتي. عملت وانت عندك تلاتين. انا بشي لك الوفاة لو حصلت بعد سنة بشي لك لحد ما تتم الستين. المدة اللي حررك كنت باتفق عليه. تمام? يعني شوف حضرتك بسبب ستة تلاف جنيه. الشركة دفع الكام تقويض للأسرة. عارف دفع الكام? يعني لو حضرتك حسبت التلات تلاف جنيه في السنة بستة وتلاتين الف جنيه. لو ضربتهم في التلاتين سنة حوالي مليون وتمانين الف جنيه. فوق الدفع كمان اللي حضرتك الورس اخدوها بعد الوفاة بتاعت حضرتك مباشرة ستة وتلاتين الف يعني حوالي مليون مية وستاشر الف جنيه. هتقول لي الكلام ده بجد? الكلام ده بجد فعلا ومية في المية ومش كلامي انا. الكلام ده دي تسعير حكومية. تمام? والكلام اللي انا بكلمك فيه ده برضو موجود هنا. انا برضو مش بقول لك كلام من عندي. الكلام ده موجود في كل حاجة. لو الكلام ده لو جبته لك كمان. دي اجندة الشركة مش اجندة هنا. اهو. تمام ده مثال. اصوره لك برضو واوره لك. يبقى طبعا لو حضرتك شكك في الكلام ده بس ممكن تستفسر. كله انا بورد لك كله بالورق. يبقى لازم ان انت طبعا تفكر في حاجة زي كده من النهاردة. متستناش حتى البكرة. طب كده قلنا في حالة الحياة وقلنا في حالة الوفاء. طب ثالث ميزة ان القصط اللي هردك هتدفع عندي او التأمين اللي هردك هتعمله. والمعاش اللي هتاخده ما بيتعارضش مع التأمين اللي الاجتماعي والمعاش اللي هتاخده من التأمينات بعد كده مهما كانت وظيفتك. طب هل المعاش اللي انا بيتفعه ده هيتعرض بعد كده مع تكافل وقرامة. المعاش مالوش علاقة ابدا بتكافل وقرامة. طب هيجيلي سؤال كمان. زي اللي بيجيلي. هل ينفع ان انا اخد مكافئة نهاية خدمة كمان مع المعاش ده? ده بالنسبة للناس مين? الناس اللي هام سافرة والناس اللي هي شغالة على ادراعها. الناس انشغالة شولانات حرة. اي حد عنده مشروع خاص بيه. بيسألني السؤال ده. بيقول لي هل ينفع ان انا اخد مكافئة نهاية خدمة كمان. لما ان شاء الله اوصل لسن المعاش. ينفع ان شاء الله ان احنا نعمل مكافئة نهاية خدمة. طب سؤال تاني. هل المعاش ده بيكون دايم مدى الحياة ولا مدة معينة? المعاش بيكون دايم مدى الحياة. وطبعا الكلام هصور لك دلوقتي وهتشوف برضه. فطبعا لازم تبقى فاهم ان الكلام ده كمان هيكون في عقدة زي كده. تمام? عقد موثق بينك وما بين الشركة. الشركة بتكون مضي على نفسها بالكلام ده وختملك كمان. يعني انت محدش يقدر يلاعب بيك او حد يقول لك ده الكلام ده مسلا مش حقيقي. روح واسأل وادخل هيئة الرقابة المالية ذات نفسها واسأل وشوف الكلام ده صحيح ولا مس صحيح. لازم يبقى فيه نقطة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها. ان القناة هنا انا مسؤول عن كل معلومة تخرج منها. لان بيكون شيء اي لك كلمة اللي بيكون واثق فيها وعارف فعلا ان الكلام ده صحيح. وطبعا كلام الكلام ده مش كلامي ديش كلام شركة مصر للتأمينات الحياة. مصر للتأمينات الحياة شركة مملوكة للدولة. تمام مش شركة قطاع خاص مملوكة الواحد بعينه او لا صاحبها اسمه كذا. دي شركة طبعة لقطاع الاعمال العام. زي هي زي اي منشأة يعني منشأات كتير او في الدولة زي البريد المصري. حرارتك ما بتكونش رايح البسطة وانت طبعا يعني ايه? وانت طبعا خايف مسلا ان فلوسك يحصل لها حاجة. كذلك موصل لتأمينات الحياة. بس احنا كشعب مصر ما عندنا الثقافة قوي بالوعي التأمين. انا بقول لك الكلام اللي انا واثق منه بس. وطبعا علشان العامل يهمني والمصداقية الكلام اللي انا بقوله انا بقولش كلمة هنا في القناة اللي انا بكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة. يعني لازم اكون واثق. في الشركة اللي اللي بتكلم عنها. وفي البرنامج اللي انا بتكلم عنه. وعن مصداقية القصة اللي هاردك هتدفعه والمعاشر اللي هتغل. لازم اكون واثق وحاسب جدا قبل ما بعمل اي حاجة. بس كده خلاص انا كده خلصت الحلقة النهاردة. فيه تكملة ان شاء الله للحلقة هكتيد هتكلم في الموضوع تاني. عشان كده لو ما اشتركتش في القناة اشترك فيها. علشان ان شاء الله اول ما تنزل الحلقة الجديدة. اكيد هتظهر لك انت اول واحد على طول. ولو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعملنا لايك علشان الفيديو ينتشر اكتر. واكيد كلنا لنا اهل واصحاب واعمام وولاد اعمام. فطبعا لازم نعمل لهم شير للفيديو ده علشان يستفادوا هم كمان. وكمان نعرفهم ان هم لازم يسمعوك عشان يستفادوا منه. ولو حد عنده اي استفسار اكتبهولي في كومنت. اكيد هرد عليك على طول ان شاء الله. سبحانه في اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.